الكافيهات الراقعة مشاريع جديدة بدأت في الانتشار بمدينة المكلة عبدالله العبثاني واحد من الشباب الذين خاضوا غمار هذه التجربة فأسس بدعم من والده هذا المحل الراقي فيفتي فايف كافي حريص على تأثيثه بعناية ليصبح مكان جذب للزبائن يقدم هذا الكافي القهوة بأنواعها والحلويات والأكلات الخفيفة والمشروبات الخاصة والله كنت كبداية كزبون كافي أوفردوز السابع اللي كان هنا وكنت محتكبة بالبرس العب ثاني وواحد اسمه الثاني اسمه عمر العطاس كنت محتكبة بهم مرة بعدين شوي شوي جاءت الفكرة في رأس كنت محتكبة أول ما أعرفت أنهم قفلوا فأزمت أكثر عندنا أيضا في مشروبات خاصة فينا مش موجودة في أي كافي عندنا أيضا بيزا عندنا الباستا وعندنا خدمة الانترنت متوفرة تقريبا في أغلب الكافيات هنا أيضا كافي آخر لصاحبه عبدالله بن سويدان مزج بين الماضي والحاضر في اختيار الديكور الخاص بمحله وفر يلسات راقية لزبائنه إلى جانب شاشة كبيرة لمتابعة ما يهواه الزبائن كالمباريات والأفلام الوثائقية ويقدم خدمات المشروبات الحارة والباردة والحلويات أنا جيت من بره أصلا ما كنت عايش هنا سافرنا بره وشوفنا عرفنا الطرق حاولنا أننا نعمل في اليمن هنا بحيث أنه يواكب الدول الثانية يكون في نفس المستوى في نفس الشكل الهيبة كل هذا شفناه بره وحاولنا أننا نطبق هنا فيه قد ما نقدر وباللي نقدر عليه الديكورات داخل عندك حق الديكور مدرين يكون شوي وهنا حاولنا أنه يكون من الماضي من الأشجار من الأخشاب حيث الواحد يجلس وهو مرتاح شفت أنها حلوة يعني تطورت البلاد وأنها تحسنت كل سنة تتحسن أحسن من أول وأنه يعني كل إنسان يعني يتطور يكون برستة كان هم يعني لقون مهيته في الشارع للحين كل طورت يعني البلاد وصار أنه كافهات كبيرة وكل ما ستتوسع وكل ما تتوسع والحمد يعني صارت المكلة متطورة يعني فكرة جميلة أنتشار جميع الحين فيه انتشار كثير في المكلة خصوصا من ناحية الكافهات أولا يعني يعني تروق فيها يعني تشرب حاجات حلوة مثلا تعد الكافهات بشكلها الراقي ملاذا مثاليا للشباب والعائلات للاستمتاع بعوقاتهم وتساعد على الاسترخاء كما توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب أحسن بالبحث قناة الغدو المشرق المكلة